اشتركوا في القناة في درس سابق ذكرنا أنواع القصص بشكل عام القصص الأدبي سنذكر اليوم أنواع القصص القرآني ولها اعتبارات هذا التنوع للقصص القرآني اعتبارات يتنوع باعتبار المواضيع كذلك يتنوع باعتبار الطول أو الحجم الطول والقصر فباعتبار المواضيع سنأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم باعتبار القصص والطول فهناك قصة طويلة تأتي تامة وقصة طويلة مجزعة وقصة قصيرة هذه أنواع من القصص القرآني موجودة في القرآن الكريم فالنوع الأول الذي هو باعتبار أو الأنواع الأولى باعتبار مواضيع القصة ومضامينها نظر العلماء للقصص باختلافها فوجدوها على أنواع باعتبار الموضوع قسموها باعتبارة أيضا أخرى فمنها قصص الأنبياء وتضمن دعوتهم إلى قوامهم أو لقومهم أو قوامهم والمعجزات التي يدهم الله سبحانه وتعالى بها وموقف المعاندين منهم ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين ومن هذه القصص مثلا قصة نوح قصة إبراهيم هود لوط وغيرهم من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم قصص الأنبياء النوع الثاني قصص قرآن يتعلق بحوادث عابرة وأشخاص لم تثبت نبواتهم ليسوا أنبياء مثلا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه قصة ذكرت تفاصيلها لكنها نوع من أنواع القص القرآن بحسب المواضيع والمضامين قصة طالوت وجالوت ذكر الله عز وجل كقصة وفيها حكم وأنواع من الأخبار والهدايات لكنهم ليسوا قصة أنبياء حتى ذكر فيها داود عليه السلام ليس كبطل أساسي في القصة وإنما كحدث من حوادثها ما قام به من قتل جالوت قصة ابني آدم وتلع عليه من ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولما تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لا إن بسطت إليه ذكر تقتلني ما أنا بسطني يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر القصة ليسوا أنبياء وإنما قصة قرآنية لها حوادث عابرة وأشخاص يأخذ منها العبرة والعظة قصة أصحاب الكهف كذلك هي من قصص غير الأنبياء حيث خرجوا في سبيل الدعوة وفي سبيل إيمانهم وعقيدتهم كما هو معلوم وغيرها من القصص مثل قصة الذي تحاكم إلى داود عليه السلام بسببه نعجل وقصة الرجل المؤمن وقصة أصحاب الياسين رجل آل ياسين وهكذا هناك قصص كثيرة في القرآن الكريم أو عديدة ذكرت لغير أنبياء كحوادث عابرة أيضا من الأنواع في القصص القرآني من قصص الأنبياء وما في سبيلها ومثيلها قصة ستعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها القرآن ولكن سابق وأن ذكرت في درس سابق أن هذه لا تعتبر قصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن لمن أتى بعده أو بعد ذلك الجيل فهي تكلمت عن شيء حادث في حياته وجعلته قصة لمن بعده ليكون عبرة وعظة طبعا أخذوا منها الدروس والعبرة لكن ليست قصة بالمعنى الإصطلاحي للقصة التي ذكرناها في أول الدروس طريقة أخرى من طرق عرض القصة أو أنواعها الطريقة الثانية للنوع الأول هو قصة الأنبياء قصة أو الطريقة التاريخية أو القصة التاريخية الواقعية المقصودة لأماكنها وأشخاصها وأحداثها مثلاً نبثلها بقصة الأنبياء فيها أشخاص الأنبياء وغيرهم والأحداث المرتبطة بالزمان والمكان فهذا نوع من أنواع القصة القرآني تاريخية قصة واقعية من أنواع أيضاً القصة الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشرية ليس بالضرورة أن يكون هناك شخص محدد فيستوي أن تكون أشخاصها واقعيين أو بأشخاص متمثلين لهذا الواقع كنموذج فيحكي القصة كنموذج يمثلها مثلاً بقصة ابناء آدم لم يقل هابل وقابل كما هو مشهور التاريخ لأنها قد تأتي فيما يشابهها فهي كمثل فهي قصة مثلاً أي ابنين من ابناء آدم من ابناء آدم قد يقعانك مثل تلك المشكلة واتلوا عليهم نبأ ابنين آدم بالحق ابنين آدم ولذلك جاء عن المفسرين هل المراد ابنين من ابناء آدم فعلاً المباشرين الذي هو قابل وهابيل هذا قال به قول بعض المفسرين أو جمهور المفسرين وهو الأظهر وقال بعض المفسرين أن المراد رجلين هي بني إسرائيل أن المراد بهذه الاثنين من بني آدم رجلين بني إسرائيل فهم من أبناء آدم أما تقول أنت من أبناء آدم ولو في عصرنا نحن كلنا بنوا آدم فقالوا هذه قصة واقعية أو مثلية وكذلك قد يقال في قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لم يقول من هو مع أن التاريخ يقول أنه بلعام بن باعورة كان في زمن موسى عليه السلام رجل آته الله الإسم الأعظم فدعا به فكان يدعوه استجاب فضغط عليه اليهود الذين لم يؤمنوا بموسى عليه السلام إلى أن فعلوه يدعو على موسى عليه السلام فانسلخ من آية الله عز وجل وهذا يصلح في كل زمن كعبرة وقصة غير واقعية بالضبط ومع أن فيها نوع من واقعية أيضا لكن يصلح هذا وهذا هناك قصة أيضا نوع ثالث النضروب للتمثيل منها ما ذكرته مثلا وهي التي لا تمثل واقعة بذاتها الأولى ما ذكرناه بالنوع السابق أنها قد تكون واقعية ومثلية تصلح الاثنين لكن هذا النوع مثلي فقط لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أي لحظة أو في أسر من العصور مثل صاحب الجنتين الذي في سورة الكهب وضرب لهم مثلا رجلين حتى الآية في بذاتها قال وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحافناهم من أخلا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا هذه القصة ممكن أن تقع في كل وقت في كل زمن فيأتي من هو جشع طمع بالمال والزر ويجاد الرجل مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مسلما لأمره هذه قصة مضربة التمثيل وغيرها كذلك ومن ناحية البناء القصصي كتنوع للقصة من حيث بنائها فقد ذكرت عدة أشكال قصصية منها القصة التي تقال بإيجاز أو التي قيلت بإيجاز ورويت بإيجاز والقصة التي ذكرت بإطناب وفي القصص القرآن ويمكن أن نبين أيضا نوعين من القصص يصدقها لأن الخطب القرآني في هذا الإطار البنائي منها القصة المغلقة المكتملة التي دائرة مغلقة اكتملت بدايتها ونهايتها وهي القصة التي ذكرت في موطن القرآنين واحد بشكل مغلق وقد يتكرر سياقها السرد خارق ذلك المطن قد يتكرر سياقها أو جزء منها فهي قصة مغلقة مكتملة لكن قد تذكر في موضع وقد تذكر في مواضع متعددة فمما ذكر في موضع واحد من القصة المكتملة قصة يوسف عليه السلام وأشير إليها في موضع آخر من القرآن هي ذكرت في سورة يوسف بشكل مكتمل ثم أشير إليها إلى يوسف عليه السلام في سورة غافر وفي سورة أخرى مرتين فقط إشارة أشير إلى يوسف عليه السلام كنبي من الأنبياء في سورة الأعراف أو الأنعام وفي سورة غافر أشير إلى قصته وأنه قد جاء بالبينات قبل موسى عليه السلام ولقد جاءهم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شكين مما جاءكم به ثم جاء بعد ذلك موسى هذا في الرجل الذي تكلم بهذا الكلام هو الرجل الذي كان مع موسى عليه السلام الرجل المؤمن المهم أن القصة المغلقة تكون مكتملة وترد في سياقا مستقلة مثل قصة يوسف عليه السلام وأشير إليها إشارة لكن ليست بقصة وإنما إشارة فقط لأنها وهذا يدل على أن القصة ذكرت سابقا قبل الإشارة قصة مغلقة ضمن تداعي قصصي هذا نوع من الإغلاق قد تأتي قصة صغيرة مغلقة ضمن قصص متعددة تداعي القصص في السورة أو في السياق فتذكر قصة مغلقة معها في سورة الكهف مثلا أكثر من قصة قصة صحاب الكهف قصة صحاب الجنتين قصة موسى على الخضر قصة بالقرنين أربع قصص مذكورة في سورة واحدة فذكرت قصة صحاب الكهف ولم تذكر في مكان آخر لم تذكر قصة صحاب الكهف في مكان آخر وإنما هي مغلقة في هذا الموضع مكتملة قصة صاحب الجنتين ذكرت في هذا الموضوع على متذكر في مكان آخر قصة ذو القرنين لا متذكر في مكان آخر هناك قصص مغلقة مع تداعي قصصي مغلق نوع من أنواع القصص أيضا قصة مغلقة وردت في سياق قصصي مفتوح ليس متداعي بمعنى أنه مكتمل قصة مكتملة وقصة مكتملة وقصة مكتملة كل قصة مكتملة لا وإنما قصة مفتوحة تأتي قصة مكتملة بين قصصين مكتملة بين قصصين مفتوحة ذكر بعض أجزائها وذكرت في مكان آخر مثل هذه القصة أنها وردت ضمنها حيث قصصي فتوسطته مثل قصة سليمان عليه السلام في حكمه في الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم وداود وسليمان كانت القصة السورة سورة الأنبياء تتكلم عن قصة الأنبياء أو أجزاء من قصة الأنبياء مفتوعة ليست مغلقة قد جاءت قصة مغلقة في سورة الأنبياء فجاءت قصة مغلقة في سورة الأنبياء لم تكرر وهي موقف من مواقف قصة سليمان عليه السلام لكن هذا الموقف مغلق لم يكرر وداود وسليمان إذ يحكماني وداود وسليمان إذ يحكماني في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم من الشاهدين ففهمناها سليمان وكنا أتينا حكما وعلم هذه القصة التي تبين أنهم حكموا أن داود وسليمان حكموا في الغنم عندما انتشرت في زرع القوم لم تذكر في مكان آخر هي مغلقة حدث مغلقة لكنها ذكرت في سياق القصصين مفتوح قصة الأنبياء إبراهيم وسليمان وإسماعيل وإدريس وزكريا وغيرهم من الأنبياء التي ذكرت في سورة الأنبياء من أنواع القصص القصة الثانية النوع الثاني القصة المفتوحة النوع العام قصة مفتوحة ذكرنا قصة مغلقة وهي أنواع متعددة تذكره المواقف متعددة فيما كان متعددة كما أشهرنا سابقا أو ذكرنا سابقا وهناك قصة مفتوحة وذلك بأن يرد السياق السردي للقصة من معنى قصة مفتوحة أن يرد السياق السردي للقصة في أكثر من موطن قرآني وبتنوعات إخبارية وسردية تتجدد والتزد يكونه كثيرا أو قليلا لأنه لا بد من الاختلاف بين السرد والحوار والألفاظ والفوائد كما سيأتي لماذا ستنوع القصص والسرد ويتكرر كما سيأتي في الظواهر الظواهر القصص القرآنية على مستوى الشكل الخطابي أو من حيث الإفادة التي يحملها هنا التنوع في القصة المفتوحة من مكان إلى آخر إذن هذين نوعين نوع مغلاق ونوع مفتوح من حيث البناء القصصي وذكرنا قبله من حيث الموضوع عزيز دارس اذكر بعضا من القصص القرآني المذكورة في القرآن الكريم بشكل إجمالي وبينها إلى أين تنتمي من أنواع القصص بين نوع انتمائها إلى أين من القصص تنتمي طبعا من القصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم قص المرسلين آدم ونوع إلى محمد صلى الله عليه وسلم قصص الحكمة قلقمان ودو القرنين نوع في الإجابة قصص النساء قصص الأقوام قصص الظالمين قصص المؤمنين قصص الحيوانات أنت نوع في ذكرك للقصص وبيّن إلى أي نوع من الأنواع تنتمي هذه القصص هناك أنواع للقصص باعتبار الطول والقصر ذكرنا هناك باعتبار الموضوع فيما سبق بيّن أنواع القصص القرآني باعتبار موضوعاتها ومضامينها ويدخل في ذلك أنواع القصص من حيث بنائها وإكتمال بنيتها أو من حيث الجانب الفني مكتملة أو مغلقة أو غير مكتملة أو مفتوحة الآن نذكر أنواع القصص باعتبار الطول والقصر باعتبار الحجم شكلي تتنوع القصص في القرآن الكريم باعتبار قدرها وكميتها إلى قصة طويلة وقصة قصيرة أما القصة الطويلة فإنها ترد في بعض الأحيان في مكان معين مكتمل مثل ما ذكرنا في قصة يوسف سابقا سابقا وقد تجتمع في موضع واحد فترد مرة واحدة في مكان واحد مثل ما قصة يوسف قلنا ورد في مكان واحد وقد تتجزأ هذه القصة الطويلة فتأتي في أكثر من موضع القصة الطويلة هكذا مثل قصة موسى عليه السلام تجزأت قصة يوسف أغلقت في مكان واحد قصة أصحاب الكهف أغلقت قصة ذي القرن أغلقت أما قصة موسى عليه السلام تكررت كثيرا جدا قال بعض العلماء لماذا تكررت قصة موسى عليه السلام بكثرة سندكر هذا فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن أيضا هنا نقول أن أقرب الأمم إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أمة اليهود أمة موسى عليه السلام وتتشابه الظروف والأحوال بين الأمتين فلذلك كررت العبار والقصة التي فيها حتى استفيد تسبيلها للأمة القصة أيضا من النوع القصة من حيث الطول القصر قصة قصيرة وقصة طويلة القصة طويلة ذكرناها والقصة القصيرة تحتوي على بعض العناصر في القصة على عنصر أو اثنين أو جزئية واحدة في قصة لكنها تكون قصة قصيرة مثل قصة النحل وقصة النمل سورة النمل أو قد تجتمل على كل عناصر القصة إلا أنها قصة قصيرة فإذن القصص باعتبار الطول القصر ينقسم إلى قصة طويلة جاءت كاملة في مرة واحدة وقصة طويلة مجزئة وقصة قصيرة القصة الطويلة المجزئة هي التي أدت في عدة سور وأغرب القص القرآني من هذا النوع موزعنا عند السور من أجل الاعتبار والاتعاض وتجديد ذلك الاتعاض والاعتبار مثل قصة نوح هذه السلامة مجزئة لم تأتي كاملة إلا أنها جاءت في مواضع مكتملة أو فيها عناصر أكثر وفيها فوائد وفيها مواقع أكثر من غيرها من الأماكن أو المواضع قصة هود قصة المؤمنون قصة هود عليه السلام قصة لوط قصة صالح أما قصة نوح عليه السلام فقد زاد مثلا في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة الشعراء وفي سورة القمر وفي سورة نوح وهي أكثر المواقف الموجودة هنا في سورة نوح والأعراف وفي سورة يونس في سورة الأنبياء في سورة الفرقان في سورة الصافات في الداريات في النجم يعني سور مكية جاءت فيها قصة نوح في سور كثيرة وكذلك قصة موسى عليه السلام جاءت في أماكن كثيرة وغيرها من القصص التي ذكرت عن بعض الأنبياء وعن بعض المواقف والحكمة فهذه الأنواع من القصص عايزي الدارس تعود إلى نوع القصة الطويلة المجزة أما القصة الطويلة التي جاءت كاملة مرة واحدة فهي قصة يوسف عليه السلام كما ذكرنا وقصة أصحاب الكهف لكنها ليست طويلة بقدر قصة يوسف عليه السلام وقصة يوسف جمعت في سورة كاملة جاءت 110 آيات تكاد أن تحصر قصة يوسف عليه السلام من كل جوانبها في الآيات وما يستفاد منها حتى في الصفحة الأخيرة من سورة يوسف هي ما يستفاد من قصة يوسف عليه السلام ومن قصة القرآن بشكل عام وطبعا قصة يوسف عليه السلام الحكمة في سوقها مساقا واحدا أن فيها مواقف تشبيب بالنسائي فيها غزل وفيها عرض مواقف نسائية مع رجال امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام وذلك لم تتكرر ولا فعجة من تكرارها وفيها أيضا فضائع أو فضح لبعض المواقف التي قد يستحى من نكرها فالقرآن الكريم يترفع ويذكرها مرة واحدة حتى لا تتكرر أهم شيء هو العبرة والعضة هذا شيء هو السبب من الأسباب أنها لم تتكرر أنها أيضا اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف يعني ذكرت القصة كاملة فذكرت فراء موقف موسى يوسف عليه السلام في بداياته ثم في نهاياته وكيف أنه أصبح مريكم من الملوك فهي فرج بعد الشدة جاءت مكتملة تكرير قصة الأنبياء في حين أن سيق قصة يوسف مرة واحدة جاء لي بيان عجزة العرب عن أن يأتيوا مثل هذا القرآن فكان القرآن يأتي بقصص قصيرة ويأتي بقصص طويلة قصة طويلة تحداهم بهذا تحداهم بهذا عن أن يأتيوا مثله لم يستطعوا فهم تحدي القرآن وإحجازه لهم أيضا سورة يوسف نزلت بسبب الطلب فكان الصحابة تشوقون إلى أن يستمعون قصة مكتملة من قصص القرآن فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بقصة فنزلت أحسن القصص وهي سورة يوسف لم يأتي بمثل الأول والآخر أيضا فيها جواب خاص فهي نزلت جوابا عن سؤال خاص بهذه الطريقة التي ذكرناها وقصص الأنبياء إنما تكررت لأن المقصود بها إفادة هلاك من هلأ من كذب الرسول والحاجة الدعية التي تحتاج في سنة قصة يوسف لم يأتي هلاك لمن سخر من يوسف عليه السلام وليس في قصته دعوة وتكذيب لم تظهر هذه وإنما ظهرت في جوانب منها فقط ولم يتبين هلاك المكذبين ولم تقوم بوارد هذا الباب إنما الاعتبار والاتعاض في أشياء اجتماعية أسرار اجتماعية وأمور اجتماعية ترجعنا إلى قصة يوسف عليه السلام لتبينوا هذه الأمور القصة القصيرة هي نوع من مع القصص قصيرة تحتوي على بعض العناصر وبعضها مكتملة العناصر ولكنها قصيرة وبعضها يحتوي على عنصر وعنصرين من عناصر القصة ومواقف القرآن الكريم مثل قصة النمل قلناء والنحل أو غيرها من القصص قصة الحيوان أو قصة الفيلة أو غير ذلك من القصص التي أشير إليه بالقرآن الكريم إشارة عابرة أو صغيرة قصيرة فكانت قصة قصيرة ممكن أن تكون مكتملة العناصر وممكن أن يكون هي بعض العناصر عزيز الدارس ترجع إلى التدريب والنشيطة والسلاة التقييم فديب عليها وتنظر الإجابة عليها من خلال الكتاب المقرر أو من خلال هذا العرض أيضا تستفيد إن شاء الله سبحانه وتعالى في الإجابة عنها ثم تعود إلى الخلاصة وتطلع عليها لتستعيد ما ذكرناه لك في هذا الشرح وفي هذا العرض أعانك الله وسد الله على الخير أخطاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته